الحاجات اللي بنعمل لها إسقاط ذهن في عقل أولادنا كده وهكذا في التربية الإيمانية سيبك من التربية الفانكوشية والمدية والعلمة سيبك من الكلام اللي طالع ده في حاجات صح والغلط اللي فيه أكتر من الصح لكن التربية الإيمانية المغرس في ابني يوم ما تبقى في زن أصلى على الرسول هو قال كده الحديث وأنا مصدق النبي على السلام ولا لا أصلى عليه يكفى همك ويكفر زنبك صح ولا لا يكفى همك عندك هم الواجب الدنيا الفيزياء للرياضة عايز فلوس المصروف أما باجع علم عقيدة واسم الله الرزاق ماما أنا عايز كده حبيب سألنا أنا أنا اللي في ايدي يا ماما المحفظة عنده باب وانا شو تعبوك ممكن بيحصل أي حاجة تختفي تروع الدنيا تسأل الله الرزاق الأول وعلموا عقيد التوحيد اسأل اللهم إن يا سالكوا باسم كراج الرزاق خلا بوا يفتح المحفظة والدين والفروس يا رب هو كده أما نيجي نعلم عقيدة نعلمها بالطريقة دي الحاجات اللي بعمل لها اسقطات ذهنية في عقل أولادي ما بتروحش ويجي شاب تالتة هندسة كان بيغرق مكان ما بيقسم بالله وهو بيقع تحت بيقول خلاص يعني أنا بشاه سمع صوت أمه هي بتقوله صلى على الرسور ينجيك صلى على رسور على السلام ربنا ينجيك بولت النتنا صلى على النبع على السلام قلت حتى يبقى آخر حاجة أنا بقولها يوم كان بيغرق بيقول لقيت نفسي وخلاص قبت على وش الماية شافوني جابون الإسقطات الزهنية فما بالك الإيمانية ما بالك اللي بتربط بالله عز وجل هي المراقبة ماما لا ماما ما قدرش بابا وبابا شايفين ده ما يطلع أول ما يطلع ويقول كلمة لأ وأنا موجود وأنا كذا ويمشي ومحدش له دعوة يسيبك يسيبك ويتركك ويبقى خلاص لكن لو عنده المراقبة الزهاتية لله عز وجل ربنا شايفين مين عملها سيدنا سعد ابن أبي وقاص عملها في ابن أخوف سني ثلاث سنين لحد سن ست سنين وبيقولك كل يوم قبل ما تنام قول الله ناظري الله شاهدي الله رقيب عليك قبل ما تنام بعد ما قاعد سنتين يقولها بلسانه قاله قولها بقلبك أنا عن نفسي جربت أقول أقول بإزاي بقلبي الله ناظري الله الواحد محتاج وقت عبل ما يقعد ليه حيز الأمر ده مش في دماغنا احنا ممكن ننفذه في المعاملات لكن عايزة يعيشوا قلبا الأول فيبقى الأب موجود الأم ماشي مأو ولا تفارق الله عز وجل معاك دي التربية اللي احنا عايزين نربيها الأولادين ما بنيجي نتكلم وأنا جاي بقولهم بقولهم يعني أدعوا ربنا أن أنا ما شلش المعرض وأنا مشي ليه كتب الأطفال دي كنز كنز الكتب المجسمة والكتب المصورة والكتب الملونة والقصة اللي بتعمليها مع أولادك ويجي يقول لك يعني كنا في الزوجي عنده خمس إخوات بنات تمام يعني هو ولد بعيالهم بقى كانوا يجوا أجهزات يجوا عن دين فكان يبقى المراحل العمرية المختلفة هيجي منهم طفل مكملش تلات سنين ولا سنتين ونص جاي زي ما شاف وحفر في ذهنه وجاي بكصة بس عشان عليها ألوان آه خلته خلته كريلنا القص زي ما بتعودي